فعايزة وريك على الصورة دي نشوء الارتقاء في فكرته الأساسية بيقول إيه إن إحنا بدينا من تفاعلات كيموية هيدروجين ونيتروجين ووكسجين خبطوا في بعض بالصدفة عملوا حاجة اسمها الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية دي رتبت نفسها مظبوط وعملت البروتينات وعملت الخلية والخلية ابتدت تنقسم وطلع العين والرجل ده كلام مش علمي بالمرة لأنه أنا يعني خلينا أتكلمها بالبساطة إنه إحنا إلا ألاف سنين عايشين على الأرض ما شفناش فيه إشي اسمه تطور يعني الكلب هو كلب والقرد هو قرد والإنسان هو إنسان والزرافة هي زرافة يعني والسمكة هي سمكة ما تغيرش إشي والفكرة كالقاتي لازم نفهم الخلق الكتابي لأن الله خلق كجنسيه 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 وده كلمة محورية جدا معناها إيه؟ إنه الرب خلق رأس العائلة وفيه الصفات الوراثية اللي تتطور وتبقى أشكال مختلفة يعني في اليوم السادس لما الرب خلق دبابات الأرض ما خلقش مثلا متين نوع من الكلاب هو خلق الزئب والذئبة فيهم الشفارات الوراثية اللي تتحور إلى كل الأنواع المختلفة من الكلاب بس الكلاب ما بقتش قطط ما بقتش طيور صح لكن إن شوء الارتقاء في الرسم اللي قدامنا بيقول إن إحنا بدينا بخلية واحدة مش عارفين جات منين على فكرة فيه ناس بيقول لك جات من الفضاء الفسيح معناها إنها ظهرت في حتة تاني من العالم وعشان تمشي في الفضاء الفصيح بكل كمية الأشعاعات القاتلة وبعد أن تخترق الجدران طبقات الأرض وبعد أن تنزل على الأرض وتعمل الأشجار والحيوانات والإنسان ده كلام مش علمي بالمرة ده كلام فيه مشاكل علمية ضخمة وإحنا بنرحب بكل الأسئلة وبكل التحديات العلمية اللي أي حد عايز يحطها وهنرد عليها بالعلم التشغيلي أو العلم التجريبي